انا بس عايزة اروح ليه مروة انتي قلتلي استنيتي لما جوزك تغدى وبعد الغدى قررت ان انتي تقوليله انتي عارفة ان في كتير من الستات مش هقول كلهم طبعا بتبقى خايفة من اللحظة دي هو يطرى لو قلتله هيتخلى عني انا هقولك انا عملت الاصعب من كده انا اختي كان فرحة بعد العملية بتسع ايام بزبط انا ما قلتلهاش وما قلتش لبابايا انا قلت لأختي الكبيرة والاخوية بس ومعيا زوجي وبس ما قلت لهمش اي حاج خالص انا هشيل ورمي يا جماعة حميد علشان اصل حرام فرحة هيبقى نكت صعبة قوي انا عاملة العملية يوم الخميس يوم الاربع كنت معاها في الحنة بتاعتها والجمعة الفرح وفيش اي حاج خالص طبعا ده حسن التقدير وانسانية شديدة منك بس انا عايز ارجع لمنطقة خوف الست من مواجهة الزوج لاحسن يسبني لاحسن يتخلى عني ما كنتيش خايفة ما كنتش خالص بصراحة بسي اولا كنت واسقة فيه الحمد لله جدا الحاجة التانية الاهم ان انا كان في حاجة بخوفاني اكتر من اني ابص للنقطة دي وهي ولادي انا ولادي كان صغيرين جدا يعني بنتي عندها اربع سنين ابني عنده تمن شهور فصعب انا كام اسيب كل حاجة حولي وفكر جزي هيسيبني او هيبقى جنبي فاماني الولاد بيبقوا اهم بكتير قوي لان الزوج مراته موجودة ادرت تتخطى ما ادرتش تتخطى يعني بطريقة او باخرى معظم الرجالة بتعرف تتخطى ده لكن هرجع تاني النفس الاجابة انا لأ بصراحة كنت واسقة في جدا وحقيقي الحمد لله ربنا كريم ان هو صغتي كانت في محلها ما خزلنيش ولا مر هو ازوج الاصيل بيبقى احد اهم عناصر دفاع الست عن نفسها تجاه مرض ممكن يكون عنيف اه بس مواش الاعنف ما فيش مرة كان عندي فيها معايد في المستشفى ما كانش معايد بنحييه لان احنا بنسمع عن اسبك بيجروا في ثانية وبيختفي يعني المليش دعم